اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اصدرت منظمة الصحة العالمية بيان حول سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا جي ان وان وفي السطور التالية نعرض عددا من الحقائق عن هذا المتحور حسب موقع تايمز اوفينديا حيث يختارك المتحور الجديد جي ان وان اجهزة الجهاز المناعي وذلك وفقا لموقع الجمعية الطبية الامريكية وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور فيروس كورونا الجديد جي ان وان على انه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام مع الاخذ في الاعتبار انه سريع الانتشار وفقا لمنظمة الصحة العالمية فان مثل هذه السلالات تثير قلقا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها ووفقا للمنظمة العالمية لا يشكل متحور كورونا جي ان وان تهديدا خطيرا للصحة العامة وقالت المنظمة استنادا الى الادلة المتاحة ابن المخاطر الاضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها جي ان وان تم تقييمها حاليا على انها منخفضة للغاية ومن بعض اعراض متحور كورونا جي ان وان هي السعال والتهاب الحلق والاحتقان وسيلان الانف والعطس والتعب والصداع والام العضلات وتغيير حسة الشم والتدوق وهذه العلامات تشبه الى حد كبير اعراض الانفلونزا الموسمية لذا يجب توخي الحضن والاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بجي ان وان هم كبار السن او الذين يعانون من ضعف المناعة ومن اهم الاجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها هي ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الاجتماعية ومتابعة نظفة اليدين واخذ لقاح فيروس كورونا ايضا اكد التقرير ان الاكتشاف المبكر والعزل الفوري هم افضل الحيا للحماية فاذا كان لديك اي من هذه الاعراض المثيرة للقلق فان عزل نفسك واجراء الاختبار امر في غاية الاهمية واذا تم تجاهلها باعتبارها نزلت برد بسيطة يمكن ان يكون له عواقب وخيمة ويعد ارتداء الكمامة وسيلة قوية لحماية نفسك والاخرين في الاماكن المزدحمة او المواقف التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة جسدية ويظل التطعيم هو الدفاع الاكثر فعالية ضد هذا الفيروس وبالنسبة لأولئك المؤهلين للحصول على جرعات معززة لا تتأخر في الحصول عليها يمكن لطبقات الحماية الاضافية هذه ان تقلل بشكل كبير من شدة المرض حتى لو اصبت بالعدوى ايضا يشير مركز السيطرة على الامراض ايضا الى انه على الرغم من ان جي انوان قد يكون افضل في التهرب من انظمتنا المناعية الا انه لا يؤدي بالضرورة الى مرض اكثر خطورة او زيادة حالات الاستشفاء وبناء ان على البيانات الحالية لا يبدو ان جي انوان اكثر خطورة من المتغيرات المعروفة الاخرى ويظل التطعيم وسيلة دفاعية بلغة الاهمية حيث اثبتت اللقاحات فعالياتها ضد حالات العدوى الخطيرة والنجمة عن سلالات مختلفة من هذا الفيروس وعلى الرغم من ان هناك حاجة الى مزيد من البحث لفهم سلوكه بشكل صحيح الا ان النتائج الاولية تشير الى انه قد لا يكون اكثر خطورة من الاختلافات السابقة لكورونا وشدد التقرير على اهمية اتباع الاجراءات الوقائية مثل غسل اليدين بشكل متكرر وارتداء الاقنعة والتفاض على المسافة الاجتماعية للحد من انتشار العدوى مستمرين في تغطية اخبارية على مدار السام تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم